السلام عليكم نتمنى ان شاء الله تكونوا بي خير وعلى خير وانتوما كتشاهدوا فيديو من فيديوهات سوعة تيفي كم شكركم اولا على حسن المتابعة وعلى التعليق ديالكم الزوينة والطيبة الله يجازيكم بكل خير اليوم ان شاء الله سنتقسم معكم اقتراح رائع جدا متقدروا شتميزوش بسبوسة ولا كيك ولكن نقدروا نقلوه بسبوسة كيك هاد الاقتراح هذا كي يجي ما شاء الله بحاجم عائلي كي يجي معلك والديد وزوين وكنحضروه بسرعة وبسهولة ومن الدو اروع ما يكن فاول خطوة حضرنا الصينية اللي غادي نطيبو فيها القطر ديالها ثلاثين سنتيم على اربعة وعشرين سنتيم مشي مشكل القياس اي صينية مدورة او معبعات قدروا تحضرو فيها ان شاء الله غادي نوضعو البيض فالبيض اذا كان الحجم ديال البيضات كبير ديرو جوج هده كان الحجم صغير ديرو ثلاثة ديال البيضات الحجم ديال البيضات دائما ركي اختالف فانا بما انه حجم صغير غادي ندير ثلاثة ديال الحبات كنا عاود ناكد اذا كانوا البيضات ششوية كبارين ديرو غير جوج فقط غادي نوضع ثلاثة ديال البيضات غادي نوضع كأس السكر من وزن 120 غرام حلاوة ممكن تنقص منها غدي نخلط بشكل جيد ممكن تخلطه بالخلط الكهربائي كما ممكن باليداوي غدي نضيف كأس ديال الزيت 150 مليلتر اي مكون نضيفه الا و نخلطه بشكل جيد بعد ما خلطنا الزيت غادي ناخده كأس ديال الماء دافي و غادي نوضع فيه قهوة سريعة الدوابن اذا كانت عندكم القهوة مطيبة او معصرة اكتفيوا بيها يعني غير صفيوها من دك التخت اذا كانت معصرة خلاص غا تكون مصفية اذا كانت مطيبة عندكم عادية غادي تصفيوها اخديت كأس ديال المدافي و ضعت فيه ثلاثة ديال معلقة ديال قهوة سريعة الدوابن و خلطت بشكل جيد و ضيفت على الخليط ديال البيل مع السكر مع الزيت اللي كنا خلطنا و خلطت بشكل جيد حتى نسجمو لي العناصر و غادي نضيفو دابا الشوكولات بودرة لي وريتكم العلبة ديالو او لا تقدروا تديرو الكاكاو المر اذا درتو الكاكاو المر ديرو غير معلقة وحدا اذا درتو هذا الشوكولاتشو اللي كدر مع الحاليب فديرو جوج معالق بالنسبة للشوكولاتشو كتجيبنينا بزاف في هاد الانواع ديال الكيك وحتى في الحالويات كتجيبنينا غادي ناخد دقيق يعني تسعود ديال معالقة هاكدك إذا عبرته بالكاس غادي تعبرو الجوج كيسان و إذا عبرته بزلافة بزلافة مملوأ كيف ما شفتوا معايا غادي مبدان نضيفو دقيق و انا كنخلط الدقيقة عندي مغربة المنقبل غادي مبدان نضيف معلقة بمعلقة و انا كنخلط معلقة بمعلقة و انا كنخلط حتى كندخل كميا كولها كيكها سبقوا بإضافة دقيق ومن بعد هذا سنضيف باقي المكونات سأذهب معكم دقة دقة وانتم غير تبعوا جميع المراحل وماشاء الله ستحصلوا على النتيجة هائلة اذا خلطت بالخلط اليدوي بطبيعة الحالة تبعوا نفس الخطوات بعد ما دخلت الكيمية ديال دقيق كلها وخلطنا جيدا سنضيفوا الإضافات اللي غادي زيدوا لده ما شاء الله لهذا القتيرة فغادي نديروا الكوكو العنب المجفف وغادي نديروا الشوكولات وفيرميسيل فالكوكو اي نوع من المكسرات اللي يكونوا محمرين فعندي هاد الكوكو محمر ومطحون بهات الشكل عندي العنب المجفف اللي قطعتو مخليتوش هكك صحيح وعندي الشوكولات فيرميسيل فالكوكو او الفول السوداني جوج معلق كبر العنب المجفف ملعقة كبيرة عندي هكك مقطع والشوكولات فيرميسيل جوج معلق وغادي نضيف جوج معلق ديال الساميد سواء كان عندكم الساميد المتوسط او الساميد الناعم اللي كان متوفر غادي نخلطه بشكل جيد هاد الاضافات ما نقول لكم الشي على لدك يضيفه وعلى تعليك ما شاء الله غادي نخلط جيدا ثم غادي نضيف جوج اكياس من الخميرة من كل كيس من فئة 8 غرام مجموع 16 غرام غادي نضيف جوج معلق صغر غادي نضيف الكيس الثاني غادي نزيد معلقة ديال الساميد غادي نزيد معلقة ديال الساميد غادي نسجم لنا في الخليط غادي نجيب الصينية اللي كان عاود نأكد 30 على 24 سنتيم كان عندكم مدورة او مربعة كل مكان المول صغير غادي تجيكم طالعة كل مكان كبير غادي تجيكم مرقيقة بالنسبة للمول ضروري تدهنوه بالزبدة ترشوه بالضقيق او بالساميدة باش ما بغيتو انا كتعندي البودرة ديال الكوكو رشيت بيها الكوكو اللي كنكون تحنت باش كنخرج كوكو كون كسي كتبقى ليا ديالك البودرة بيها باش رشيت السينية ولكن يعني رشو غير بالطحن ولا باش ما بغيتو الخالد اللي كي كدروري قبل ما تصبوه في المول هحركوه واحد شوية عا تصبوه ومن بعد ما ما تصبوه دربوه السينية مع سطح العامل وغادي نوضعها في الفران اللي عندي مشعول الى 150 دراجة 150 دراجة وغادي بالنسبة للوقت غادي تاخد لنا تقريبا 50 دقيقة وغادي نشعل الفران غير من التحت اذا كان عندكم فران غادي غادي تشعلوا ايضا من الاسفل نار مهيلة حتى كتطيب من الاسفل وغادي كتهبطوها او لكتشعلوا من الوجه ديالها باش كتحمل انا غادي نخلي حتى تدوس 45 دقيقة وعاد غادي نشعل الفران حتم الفوق باش تحمر لي هكا حتم الوجه ديالها وغريتكم الوقت فاش طفيت عليها يعني اخدت لي خمسين دقيقة بالضبط في الفران بطبيعة الحال اذا كان عندكم الفران درتو مثلا على 160 او 170 را غادي تطيب لكم طبيعة الحال في اقل وقت ولكن خليوها الطبعة لا خطرها باش كتحصلوا على نتيجة اللي زوينا بزاف من بعد ما فقدت الحرارة غادي نقسمها بهات الشكل ما نقول لكم شيش حالك تجيه شيشا تزين كيبقى اختياري انا غادي نزينها تزين باسيط ضوبت الشوكولة السوداء خديت ضانيت كراميل ضفت نص علبة على الشوكولة السوداء وغادي ان شاء الله بيها غادي نزين قبل ما غادي نزين غادي نجيب الشوكات وغادي نطقبها كهاد البسبوساكيك وغادي نجيب الخليط ديال ضانيت والشوكولة اللي خلط وغادي نوزعهم بهات الشكل على الوجه ديال الكيك الكيك هنا بردة ولكن مازال ما بردت تماما نصف علبة ديال ضانيت كراميل اللي بقتلية درت بها الخطوط بهات الشكل درت مو امتزين اللي باسيط جدا والجواني بزيتها كشوية المكسرات دائما تزين كيبقى اختياري وهذا هو الشكل ديال بسبوساكيك ديالنا ما شاء الله كتجي حبه حبه كتجي فيها واحد تعليك خطيرة وما شاء الله اسفنجية فكنت من شاء الله تكون واضحة لكم فهذا الاقتراح كيجي هائل جدا فصدقوني طعم هشاشة لدة لا متيلة لها كنت من شاء الله انكم تجربوا هاد الاقتراح ففعلا كيستحق تجريبا التزين دائما كيبقى اختياري على حساب الرغبة ديالكم على حساب المتوفر فانا احيانا كنزين غيب الشوكولات بوحدة السوداء كتجي ديك الطبقة قاسحة بعض المرات كنزين بالمربة وكرش بالكوكا وبعض المرات كنزين بالمربة وكرش بالشوكولات فيرميسي تزين ماشي مشكل المهم هي القوام ديالها كيجي هائل معلك ما تشبعوش ان شاء الله منها كنكون وصلنا نهاية الفيديو وكنتمنى لكم دائما وابدا دوام الصحة والعافية ليكم والحبابكم والكل من عزيز وغالي على قلبكم الله يحفظكم مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة